بتعرف يا زرما مقساتي في حياتي انا ومقسات الناس كتير على فكرة انو في بعض التخصصات الناس ما بتعرف عنها اي اشي يعني انا بدرس اربع سنين والناس بتحكي لنت بتزرع ورد اه يعني شو يعني لانسكيب ما انت بتزرع شجر و ورد وبتشتغل في الحدائق اسمع بدي اياك والله تيجي عند اللجنينة دوريشك شغل بالله عليك تعال لا يا فالح عبيب انا مهندس مصمم عندي شغل هون شوف مشاريع يعني انت رسع خلص بدهاش فزلكة كلها بسمح على المهندس هذا اللي جايبنا وراه اصلا اصلا اسم تخصصك بالعربي مصمم مناظر طبيعية ما تبدك تيجي عند اللجنينة بل عليك لكن انا ما رح استسلم رح اشرح للناس شو يعني لانسكيب اه الجو اليوم الجو اليوم جو اليوم محلى الجو عارفين انا مش حاط السماعة بسمع غاني انا حاط السماعة على وضع ترانسبيرنسي 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 بسمع صوت العصافير صوت الطبيعة بسمع بشكل انقى بشكل انقى بشكل انقى يعني بشكل مركز بس يعني مش طرور يعني هيا فزلكة زيادة شو هو اللانسكيب شو يعني لانسكيب من وين اجت التسمية من وين اجت كلمة لانسكيب هل اللانسكيب هو منظر طبيعي؟ يعني مجرد المنظر الطبيعي مجرد زي هيك مثلا طيب اذا كان هو المنظر الطبيعي هل هو المنظر الطبيعي بطبيعته؟ يعني زي ما ربنا خلقه؟ ولا لما الانسان يدخل فيه ويغير هل شكل الارض يعني بشكلها العادي اللانسكيب هو هذا اللانسكيب؟ ولا لما يجيك فنان ومصمم زي يعني مثلا ويغير في المكان ويعدل ويخليه بوجة نظره أحلى هل هذا هو اللانسكيب؟ طب هل هو اللانسكيب هو منظر الطبيعة ولا طريقة رؤيتنا للطبيعة؟ ولا كيف احنا بنتخيل الطبيعة؟ طب بتخيل مثلا معي انه رسام ايش رسم منظر طبيعي بتفاصيل فائقة رسمة بتجنن هل اللي رسموا هذا لانسكيب ولا مجرد رسمة؟ خلصوا يلا خلصونا هناك درجات في سرب درجات بدون يمر من هنا أو لو كان المنظر الطبيعي بعد ما يدخل الانسان ويعدل فيه ويحسن فيه بصير لانسكيب هل الأرصفة والطرقات والمباني والبيوت والكراسي هل هذا يعتبر لانسكيب؟ هل أبو حميد؟ أبو حميد أوقف شوي حبة حبة الأسئلة حبة حبة يعني مش حنيقدر نجاوب على كل كمية هاي الأسئلة مرة واحدة يعني حبة حبة خلينا ندخل الموضوع شوي شوي طيب تمعم خلينا نحفر مع بعض ونشوف من وين اجت كلمة لانسكيب في القرن السطعش كان أهل هولندا هم مولوك التجارة والفن والرسم وكانوا بيستخدموا كلمة لانساب أو لانشاب عزيزي مش كاتشاب لانساب وهي مكونة من كلمتين شاب يعني شاب انت هيك غشيت يعني الشكل أو التكوين أو الحالة هولند يعني لاند يعني أرض الهولنديين كانوا جدا مهوسين في رسم المناظر الطبيعية بتفاصيل رهيبة وكان في عندهم رسامين خارقين زي بان روستايل الرسام بان روستايل عمل رسومات بتفاصيل مرعبة عن الطبيعة فكانوا يستخدموا هاي الكلمة لانساب عشان يوصفوا فيها الرسمات ويوصفوا الرسومات اللي هم بيعملوها وطبعا ليش كانوا مهوسين برسم الطبيعة نرجع لحلقة علاقة توكسيك انو كان بداية ظهور التوجه الرومانسي بسبب الثورة الصناعية والشغلات هاي ارجع للحلقة اذا ما شفتها ارجع الهون كانت الكلمة تستخدم فقط في الرسم في الفن الكلمة طبعا راحت للغة الانجليزية وطبعا ما هتروح باللغة الانجليزية زي ما هي الانجليز طبعا لازم يغيره في الكلمة يعني ما بدي متر بدي انش بدي فيت بدي فوت بدي بدي بطيخ موين ما بدي يورو انا بدي امشي على الجنيل استرليني المهم الانجليز اخدوا الكلمة وخلوها لاندسكيب كيف صارت من شب لاندسكيب بعد اروح وصل واحد لانجويستيك مش عندي الموجود الانجليزة من اخدو هاي الكلمة بدأوا يدخلوها شوي شوي على الفلسفة والفن والثقافة والادب والشعر وبدل ما كانوا يستخدموها فقط في التكوينات الرسمية او الرسومات صاروا يستخدموها عشان يوصفوا المكان كان بالنسبة لهم هو المكان اللي هو بيتأثر بالطبيعة وبالانسان يعني هم كانوا يستخدموها فعلا لوصف المكان يعني مثلا اتنين انجليز راحوا يزوروا مكان وشوفوا بدهم يشتروا المكان هذا ووصلوا على المكان قال لك والله شاف انه الجبل هيك جاي بالنص والشجرة متخبية ورا الجبل والنهر هيك ماشي قدام الجبل بعدين ماخد يمين شايف انه هيك يعني منظر اوكي طبيعي ولكن ما في دراما هيك فقل لك والله الاندسكيب ما عجبني فما راح اشتري الارض راحوا على مكان تاني شافوا ارض فيها الجبلين ونهر بنمشي بالنص والاشجار موجودة على ضفتين النهر وبسلموا على بعض كأنهم بتحاوروا وفيه كوخ صغير هيك قاعد على ضفة من ضفة في النهر وكأنه واحد قاعد بصيد في النهر طلع هيك الانجليزي وقال واو هو هاد الاندسكيب اللي انا بدي اياه خلاص انا شاري الارض فصارت الكلمة تستخدم لوصف المكان وصف الفراغ خصوصا لما يكون طبيعي وكيف تأثر بالطبيعة عوامل الطبيعة وكيف تأثر بعوامل الانسان وكيف غير فيه شايفين كيف احلى رمضان واحلى صيام واحد يصوم في اجواء زي هيك كل ما يحس الواحد بالجوع والعطش في طلع الله انه بنسي الجوع والعطش اقسم بالله بس يكون هيك من مناطق اماكن زي هيك بنسى الكلام بس ما بنسى بنسى العطش والكلام بنسى الحروف بنسى اللغات بنسى كل شيء احنا قاعد باستطرد من كوتر ما انا ايش معجب في المكان مفتون في المكان راحت كل المحتوى راح خلاص ما فيه عن شو بدنا نحكي بدنا نحكي عن موضوع اه اوكي هلا بدنا نفهم اللاندسكيب كيف صار معنى اللاندسكيب هو المعنى الحالي مهندس المناظر الطبيعية امتى ظهر للنور وصار تخصص اليوم بنعرفه او اللي ما بنعرفه هذا الكلام لازم نحكي فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة